كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية أن حركة حماس في قطاع غزة والأجهزة الأمنية التابعة لها شرعت في تنفيذ تدبير أمنية جديدة تحسباً احتمالية اختيال إسرائيل قيادات في قطاع غزة وفدت مصادر مطالعة للصحيفة بأن أمن حركة حماس في القطاع أصدر تعميمات مشددة على المستويات القيادية والأخرى الميدانية بضرورة التزام قواعد الأمان في التحركات والأنشطة وإقاف تجمعات وتحركات بالأخص قبل الانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى في الثاني من آذار مارس المقبل